السلام عليكم شبيبه زينا شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير اليوم راح نكمل جزء ثاني من درس المؤجلة التماثولية واليوم بالضبط الشرحي ندرسه مؤجلة تماثولية باستخدام المقارن التماثولي بها ما من قبل ما نطوّل عليكم راح نعطيكم كل شيء بالاختصار بها فيديو يخرجها أقصي جماعة أول حاجة كيف أعرف بلي راح طالك مؤجلة باستخدام مقارن تماثولي لازم ناشتلاح تلاحظ زيو حويش لازم تلقى مكثفة موجودة لتمثل الجهد المتغير ولازم هنا في المراحل الكهرومي ناطيسي تلقى بإسم تلقى هذا زيو حويش أعرف بلي هذا تركيب وشي هو هو عبارة عن مؤجلة تماثولية باستخدام مضخمة عملية عمل مقارن هنا يجمع بهن نحسب الزمن تأجيل طريقة بسيطة جدا نخرج العبارة التأجيل كما شفناها في NO555 إذا زمن تأجيلتي ماذا يساوي؟ يساوي المقاومة المكافئة أثناء الشحن كيف نخرج المقاومة المكافئة أثناء الشحن؟ وش لازم نتبعه؟ لازم نتبعه مسارتي من مصدر جهد VCC حتى نوصل المكثيفة والخط اللي ترسمه ويمر عبر المقاومة هذيك المقاومة راهد داخل في زمن الشحن الكل في واش؟ الكل في سعة المكافئة المكافئة اللي هي See الكل في ماذا؟ الكل في Alan جماعة أطنسي تقولوا لي Alan 2 и Alan 3 هذه ما عندهاش علاقة ب Alan 2 و Alan 3 هذه لازم الجهد دي ما تحسبه إذن وش يساوي الجهد هنا؟ يساوي Alan الجهد التغذية وش معنده جهد التغذية؟ الجهد المسؤول عن تغذية المقارن معندها هذا الفي سي سي ماش الجهد اللي تلقى الضارة الثانية الكل على جهد التغذية ناقص ماذا؟ ناقص الجهد المرجعي دقونا شرح لكم كامل وتفهموها بكل بساطة إذن زمن تأجيل أجمع أرواح ونخرج العبارة أجمعها هنا وما معناتها كي يعطي لك المؤجلة تماثل هذه مش تسارع تروح تحسب P ولا C ولا كديمة خرج عبارة التركيب بما أنه التركيب هو التأجيل نخرج عبارة تأجيل T إذن تي ماذا يساوي وش قلنا يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشهر وش نجيبه نجيبه ستيله بلون مختلف نبدأ ونرصبه من المصدر للجهد حتى نوصله لبوس المكاثبة كما كنتلاحظوا هذا الخط الأصفر مر عبر مقاومة P فقط إذن مقاومة المكافأة في هذه الحالة ماذا تساوي تساوي P فقط إذن هذه المقاومة المكافأة أثناء الشحن الكل في ماذا الكل في سعة المكاثفة إذن مكاثفة اللي هي C معناتها P فا C الكل P لان جهد التغذية ما هو ما المسؤول عن تغذية الدارة هذه المقارن اللي هو VCC معناتها الان VCC على جهد التغذية هو نفسه VCC ناقص الجهد المرجعي إذن هنا جمعا لازمنا نعرف الجهد المرجعي وش معنات الجهد المرجعي هو الجهد الثابت الذي لا يتغير وش معنات هذا الجهد قادر نديره بجسر مقاومة ثابتة ولا قادر نديره بمقاومة مع ثنائي زينة كما كنت لاحظوا هنا هذا الجهد المرجعي هو نفسه V ناقص وش معنا نرصم بستيلو أخضر من V ناقص حتى نوصل جياندي إذن هذا الخط الأخضر مر على ثنائي زينة إذن جهد المرجعي ماذا الذي يمثله يمثله ثنائي V زينة وجهد المرجعي ديماء كما ديماء عندكم تخدموه بالقطب العكس إذن جهد المرجعي في هذه الحالة يستوي V ناقص وV ناقص شكن يعبر عليه يعبر عليه V زينة إذن نكتبه V ناقص يسوي V زينة ما وظيفة ثنائي زينة وظيفته توفير جهد المرجعي للقطب العكس ولا نقوله تنظيم الجهد أو توفير جهد ثابت إذن V ناقص يسوي V زينة هنا لديناها وV زينة هناك تعطينا قيمة أجمع أعطينا قيمة 5.1 فولت وإذا ما أعطيها لك شجمع أروف شوف الوثائق صانع وإذا قادر يدهلك طريقة أخرى يعطي لك ريفيرونس أو المرجع التاع وش تدير في هذه الحلقة كيف تخرج جهد المرجعي وروح أثث آخر أرقام كما كنت لاحظوا هنا خمسة V واحد وش معنتها؟ الجهد V زينة الذي ينظمه قيمته خمسة فاصل واحد فولت معنتها إذا ما أعطيها لك مباشرة نجيبها من المرجع التاعثوني زينة أما بعد هجمعه وش نديره؟ كما مؤلفين بعد ما أرى خرجت العبارة إذا ما تأجي وشوف الأسئلة لاحي يقترها عليك الأستاذ قاد يقول لك أحسب T في هذه الحالة يعطي لك P معلومة والC معلومة قاد يقول لك P في هذه الحالة T يعطي لك معلومة والC والP وش يساوي T على C وش يساوي T على المقامة المتغيرة في LNVC على V C ناقص V ناقص وش يمد لك قيمة معلومة T ويمد لك مقامة متغيرة بمعلومة يطلب منك C وش يساوي T على المقامة المتغيرة في LNVC على VC ناقص V زينة ولا V ناقص واش معناتها؟ معناتك يعطيك هذا التركيب خرج عبارة التركيب اللي هي زمن تأجيل بعد ما تخرج عبارة التركيب خرج المجهول اللي راي يحوز عليه وآخر حاجة وش تدير دير تعويض أعداده إذن استخرج عبارة المجهول وثم طبق عدديا وبإذن الله ما تلقى حتى مشكلة جماعة زيناء قادر أجيكم أسئلة أخرى وشي يقول لك ما وظيفة عنصر فولاني ما وظيفة عنصر بي ما وظيفة سعة المكثيفة وهذا سؤال وصلني بزافة في فيسبوك وفي إنستغرام راح نجاوبكم عليه بكل ببساطة وبإذن الله ما تلقى حتى مشكلة نبدأ أول حاجة بـ X11 بما أن هذا التركيب وشي هو تأجيل مع أنت X11 إذن بالتأجيل ولا نقوله X11 إذن بشحن المكثيفة وهو نفسه إذن تأجيل جماعة شرحت هذا التركيب إن شاء الله شرح التفصيلي اللي حندير فيه وقت بزاف إن شاء الله ندير في الحصص المتقدمة إن شاء الله هنا وشي حند يكون فيديوهات مختصرة بها بإذن الله ما تلقى حتى مشكلة ما تضيعوش الوقت التعكب إذن X11 هجماعة هي واحد شمعتها مرحلة ابتدائية العشرات واحد من أشغولة واحد X11 ما وظيفتها وظيفتها إذن بشحن المكثيفة وبما أن هذا التركيب هو مؤجلة إذن وشو وظيفتها إذن بالتأجيل مقام المتغيرة P جماعة وين تلقوا مقام المتغيرة في أي تركيب وشو وظيفتها الضبطة أو تعديل وبما أن هذا التركيب اللي عندي راه تأجيل وش معانتها الضبط الزمن تأجيل معانتها كل من زيده P يزيد زمن تأجيل وكل من نقص P ينقص زمن تأجيل وقاد يجيك السؤال يقول لك أحصب أكبر قيمة لزمن تأجيل هنا P عوضها بأكبر قيمة ليعطيها لك في وثائق الصنع وكي يقول لك أحصب أقل زمن تأجيل P عوضها بزير هنا زمن تأجيل T وشي يسير السفر ثانية المكثفة C هذه وظيفتها وظيفتها شحن والتفرير وزمن تأجيل وهو الشحن المكثفة ووصوله إلى جهد المرجعي في زينة روح هذا مضخم عملي بما أنه لا يحتوي المقامة الراجعة وليحب يفهم المضخمات يروح الحصة 10 أو 11 أو 12 روح نشارحهم بالتفصيل إذن هذا مضخم عملي يعمل عمل مقارن وش يدير هذا المضخم؟ يقارن ما بين جهدين الجهد الأول V ناقص وهو جهد مرجعي ثابت والجهد الثاني V زيد وهو جهد متغير V زيد يكون يعبر عليه جهد المكثفة إذن كما تلاحظوا يقارن ما بين V زينة وفي V سي جهد المكثفة المقاومة A4 جمعة كما تلاحظوا V سورتي كيمت لي 12 فوط لو كان نغذي هذا ثنائزين قادر يتلف إذن في هذه الحالة ما وظيفة المقاومة A4 وظيفتها تحديد التيار لحماية المقحل والإجابة الدقوش معناتها لازمنا هذا المقحل يعمل في حالة التبديل تشبه معناتها مقاومة A4 كذلك عندها وظيفة أخرى واشيّ يتحديد التيار تشربه وهي عود المقحل يعمل في حالة التبديل المقحل هنا عنده إحتمالا يكون يعمل في حالة التضخيم أو حالة التبديل بما أنه يتحكم في الوشعة يكون مشبع ولا يكون مانع إذن المقحل نقول لك في هذه الحالة يعمل في حالة التبديل ويتحكم في تغذية الوشعة إذا كان مشبع وشعة ممانطة إذا كان مزدود فنقول وشعة غير ممانطة هذا الإطار لها موجود اللي فيه تاماس وفيه الوشعة هذا يسميه مراحل كهرو مغناطيسي ما هي وظيفة مراحل كهرو مغناطيسي وظيفته فصل ما بين دارة التحكم لكم تشوف فيها هذه اللي تمشي بـ 12 فولت وهذا تاماس مربوط بدارة الاستطاع لحقادة تكون 220 فولت 380 فولت على الحساب وشكان ذا في دارة الاستطاع هنا يا جماعة لك أن نقولكم هل يوجد مشكل في هذا التركيب أم لا لو كان يشغل هذا التركيب علبكم وش عيسراء رح يتلف المقحل أمديا لماذا؟ لأن الوشعة يتغذيها لأن الوشعة لو كانت تغذيها هتمدلي حقل قوة كهربائية متحريضة هذه قوة كهربائية متحريضة قادرة تتلف الجامعة على المقحل في حالة الحصن بنحلوا المشكلة هذا جماعة وش لازمنا نزيدو ثنائية العجلة الحوارات تكون في الاستطاعب العكسي ونربطوها على التوازيم على الوشعة على في حالة الحصن هذه الوشعة تمدلي تلك كهربائي يجي يهبط وش يلقى يلقى ديود ويبقى هذا التيار يدور وينفذ على شكل حرارة بمفعول الجول على هذه الديود وش يسموه العجلة الحوارة إذن ما وظيفة الديود يسمى عجلة الحوارة وظيفته حماية المقحل من تيارات التحريضي الناتجة عن التحريض ذاتي للوشعة هنا يكملتكم مثال أول ولكن نعطيكم مثال ثاني وثالث لكي تعمل الفكرة وإن شاء الله متلقوا حتى إشكالية أعطيتكم مثال ثاني هذا وش زدكم؟ زدكم مقاومة R3 إذن هنا وش معناتها كي جيك سؤال ما وظيفة هذا التركيب وش تقوله هذا عبارة عن مؤجلة تماثولية باستخدام خلية RC بالضب باستخدام مقارن تماثولي إذن كي جيك سؤال يقول لك خرج بي ولا R3 ولا ساعة المكاثفة C ولا تحسب زي ما تأجي دي ما خرج أول حاجة عبارة زي ما تأجي إذن عبارة زي ما تأجي ماذا يساوي يساوي مقاومة المكافأة أثناء الشحن فقط واللي كيف نجيبوها نتبعوا مساء الطيام من VCC إلى المكاثفة C الكل في ماذا؟ الكل في سعة المكاثفة المكافأة الكل في آلان جهد التغذية اللي يغضي هذا المقارن على جهد التغذية ناقص الجهد المرجع كي تكتب هذه العبارة ماذا يساوي مقاومة المكافأة أو سعة المكاثفة وجهد التغذية وجهد المرجع هيا نكتبوها مع بعض إذن تي ماذا يساوي يساوي مقاومة المكافأة وش نديرو نجيبو بستيلو بلون مختلف ولا بقلم بلون مختلف نبدأ نرسم خط من VCC حتى نوصل المكاثفة كما كنت لاحظوا هذا الخط مر عبر مقاومة P ومر عبر مقاومة A3 وتلاحظوا باللي P و A3 على تساسل إذن ما هي المقاومة المكافأة إذن المقاومة المكافأة تساوي PZR3 هذه بنسبة المقاومة المكافأة سعة المكاثفة عندي مكاثفة واحدة اللي هي C معانتها PZR3 لكل في C في في LN الجهد التغذية المسؤول عن تغذية المقارن اللي هو 12 فولت معانتها VCC على VCC ناقص الجهد المرجعي يجمع هنا اللي هو V ناقص وV ناقص نجيبو نخرجه وشي هو نجيب ستيلو بلون مختلف نبدأ من نقطة تعال القطب العاكس حتى نوصل GND شكون يعبر على V ناقص اللي يتعبر عليها R2 إذن في ناقص في هذه الحالة وشي يساوي هو نفسه VR2 إذن نكتب هنا VCC ناقص ونلاحظوا باللي V ناقص شكون هي المقاومة اللي مر عليها خط الأخط اللي هي R2 إذن V ناقص يساوي VR2 وجمع هنا في هذه الحالة في هذه الحالة VR2 كيف نحسبوها جمعها اللي حب يفهم يروح تفرج حصة رقم 12 إذن بما أنه المقارن لديه مدخلين وهذا مدخلين عنده ممانعة تأول ملا نهاية معنى التيار هذا ليجي من VCC يروح لR1 مستحيل يروح قط بالعكس لماذا؟ لأنه يحتوي على ممانعة تأول ملا نهاية وبالتالي التيار وين يروح يهبط R2 ويرروح GND وبالتالي ويرروح ويرروح على التالسلسل ويقعدوا مقاومتين على التالسلسل ويطلب منك أحصر بالجود هنا خمام في القاسم التوطر إذا القاسم التوطر ماذا يساوي في R2 ماذا يساوي يساوي المقاومة المعنية اللي رأنا نشوف ما رأي لها الخط الأخضر معنى تها R2 على ماذا؟ على مجموعة المقاومات هذا الفرع هذا كامل أجماعة تنسل الدخل لP والR3 هذا الفرع معنى تها من VCC حتى جيندي هذا الفرع فقط قدع عندي مقاومة هنا R1 R2 إذن على R2 زايد R1 الكل في جهد التغذية مسؤول عن تغذية هذا المقارنة إذن وبعدها احسبوها كنتي يلقوا نتيجة عوضوها في VNX بعدها نجمع وش درت وخرجت عبارة التأجيل بعدها شوف السؤال وش يجيك إذا طلب منك T عوض يمد لك P والR3 والC قادر يمد لك T ويمد لك سعة المكثفة ويمد لك P يطلب منك R3 قادر يمد لك R3 ويمد لك P ويمد لك T ويطلب منك C وعلى حسابك التعي ومعنتها يعني أول حاجة وش ديرها خرج عبارة تركيب إلي تأجيل ثاني حاجة خرج عبارة المجهول اللي يطلبون منك في السؤال وآخر حاجة تطبيق عدد إذن خرجوا العبارة المجهول على حساب السؤال ومعنتها تطبيق العدد ومتنسوا اشتعى ووضوظوا بالوحدات الدولية رحوا لأسئلة التي قادر تجيكم في هذا التركيب قادر يقول لك ما هو وظيفة X11 X11 هي مرحلة الأولى من أشغولها واحد بما أنه هذا التركيب وظيفته التأجيل معنتها وظيفته إذن بالتأجيل المقاومة المتغيرة وظيفته ديما الضبط وبما أنه التركيب هو التأجيل معنتها الضبط الزمن التأجيل وزمن تأجيل كي يقول لك أحصب أقل قيمة عوضها بزيرو كي يقول لك أحصب أكبر قيمة عوضها بأكبر قيمة ليعطيها لك فوثائق الصانع الـ R3 هنا جمعا لا دارها هنا يبهي جنب بزمن تأجيل يساوي 0 الثانية تخيلوا هذه المقاومة الثلاثة مكانش ونديروا مقاومة متغيرة بلو كان بيتمدلها 0 زمن تأجيل حيكون 0 وشحن المكثفة حيكون N بصحي لو كان شخص يحب يدير حدود زمن تأجيل مثلا من 2 ثانية إلى 10 ثواني في هذه الحالة لازم يجيب مقاومة ثلاثة ويحسب قيمة تاحة بل يحدد أقل قيمة لزمن تأجيل لا يجعل تساوي السفر ثانية مكثفة وظيفتها الشحن والتفريق وزمن شحن المكثفة ووصوله إلى جهد المرجعي هو زمن التأجيل مضخم هذا بما أنه لا يحتوي على تغذية راجعة مضخم عملي يعمل عمل مقارن تماثلي وشي يقارن مع جهد متغير بسبب تغير المكثفة في حالة الشحن وهذا المقارن فاشي يتحكم في صورتي أو فاشي يتحكم في حالة المقحل إذا كان في صورتي يسيري 12 مقحل مشبع إذا كان في صورتي يسيري 0 مقحل ماني المقاومة ربعة ووظيفة تحديد التيار لحماية قاعدة المقحل وفي نفس الوقت تحديد التيار التشبع يعمل في حالة تبديل أما المقحل الامبيان مادم سهم خارج من القاعدة هو مقحل الامبيان يعمل في الجهود المجابعة ووظيفته يعمل في حالة تبديل يكون مشبع يمسدود ووظيفته تحكم في تغذية الوشعة وهذا هو الوشعة مع تامس والمراحل الكهروميغناطيسي ووظيفته عزل دارة التحكم عن دارة الإستطاع وهذا وهذا تلاحظ فيه خلل لأنه يتلف المقحل نضيف ثنائية الديوض التي نسميه عجلة الحراء ونوصل ها على تفرع مع الوشعة وهذا نحمي تحريض الناتجة عن التحريض الذاتي للوشعة هذا مثال الثاني ورحوا المثال الثالث وبإذن الله هذا المثال سيفتح كل مشاكل التي ستكون موجودة عندكم كما قلت هنا هذا تركي ووظيفته بما أنه يحتوي على مقارن ويحتوي على مكاثفة وهنا تمثل مؤجلة تماثلية باستخدام خالية بالضبط باستخدام مقارن تماثلي أول حاجة نستطيع خرج زمن تأجيل مقام المكافأة أثناء الشحن كما نتبع المسار من مكاثفة في سعة المكاثفة المكاثفة في تلاحظوا هنا جهد المرجعي ويقوم يعبر عليه مقام A3 R4 مع أبع صحيح من بعد جمعك يعطي لك هذا التركيب خرج العبارة هي لو ما تسرعش آخر حاجة خب من فيها كي تجي تحسب إذا زمن تأجيل ماذا يساوي يساوي مقام المكافأة أثناء الشحن جيب ستيلو أبدأ من VCC حتى توصل مكثفة رقم تلاحظوا بالله هذا اللون الأصفر مر عبر مقام P R1 على تسلسل إذا المقام المكافأة ماذا تساوي تساوي P Z R1 P R1 على تسلسل الكل في ساعة المكثفة إذا ساعة المكثفة C الكل في آلان الجهد التغذية المسؤول عن تغذية المقارن وهو 12 VCC ساعة المكثفة ساعة V نسمي الخط من V حتى الوصول G نلاحظوا بالله خط يمر عبر R3 و R4 مع 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 V R3 مع V R4 مع مع V R3 R4 إذا V نقص الجهد المكافأة ماذا يساوي هو الجهد بين مقاوماتين R3 و R4 مع V R3 مع R4 وهذا الجهد ماذا يساوي يساوي المقاومة المكافأة الخط الأخضر مقاومة المكافأة مقاومتين موصولتين على تساسل المقاومة المكافأة المعنية تساوي R3 زيد R4 مقاومة تحت هذا الفرق كامل الذي فيه ثلاث مقاومات على تساسل R3 زيد R4 زيد R5 هذا كامل في جهد التغذية V هذا هو V نقص اللي راح نحسبه إذن في ناقص ماذا يساوي يساوي R3 زايد R4 على R3 زايد R4 زايد R5 كل في واش في VCC بعدها عوضوا هنا في ناقص وخارجوا العبارة وبنفس الطريقة استخرج عبارة المجهور شوف شطلب منك SQT ولا P ولا R1 ولا C هكذا وفي ناصل الوقت دي التطبيق العددي ومتنساش تعوض بالوحدات الدولية زمن تي تعوضوا بالثانية المقاومة تعوضها بالأوم والمكاثفات تعوضها بالفارغ وهنا يا مبارك عليك ركب فهمت مؤجلة باستخدام الخلية R3 بالضبط مؤجلة تماثلية باستخدام المقارن التماثلي وهنا يجمع زينا وصلنا نهاية الحصان إن شاء الله نتمنى كامل فهمتوا إن شاء الله نتمنى أني ما طولتش عليكم وشاح نقولكم ليلى سعيدة وبتوفيق للجميع دمتم في رعاية الرحمن السلام عليكم ورحمة الله